من وسط ركام الشكوك بإمكانية وجود حل سياسي للأزمة اليمنية ينطلق السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر نحو اليقين بأهمية وجود حل قائم على ثلاثة أسس تتمثل في وقف القتال وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنين السفير الأمريكي كشف عن جملة من تحركات لبلاده ومن يصفهم بشركائها في المنطقة ودول أخرى على تحقيق سلام يوفر اليمنين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة وعلى الرغم من لهجته المتفائلة بوجود حل سياسي تحدث عن فقدان ثقة بين الأطراف اليمنية والإقليمية التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعبا الرؤية الأمريكية للحل عائمة وسبق أن فشلت جهود قادها وزير الخارجية الأمريكية السابق في جمع الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات بالرغم من الوعود والإغراءات الكبيرة التي قدمها للحوثيين خلال لقاءاته بهم في سلطنة عمان النشاط الموسمي المحموم وارتفاع الأصوات المنادية بإحلال السلام في اليمن دون أن تتجاوز الجهود اللقاءات والزيارات المكوكية للوفد الأممي التي تكشف عن قلة حيلته وفقدانه للفاعلية والقبول لدى كافة الأطراف بسبب عدم تمكنه من إحداث أي اختراق في ملف المفاوضات خلال ما يقارب ثلاثة أعوام ولد الشيخ التقى مؤخرا في الرياض بالرئيس هادي بالتزامن مع اجتماع لمجموعة السفراء الثمانية عشر الرعية للتسوية السياسية في اليمن اللقاءات الدبلوماسية في الرياض تتم برعاية أمريكية بريطانية في محاولة لإنهاء الملف اليمني الذي بات مورقا للسعودية وحلفائها بسبب الضغوط الرامية لتدويل ملف الانتهاكات التي رافقت الغارات التي طالت المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء استمرار الحرب بشقيها الداخلي والخارجي الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الصراع في اليمن تصطدم بالواقع المعقد للصراع وتداخل العلاقات بين الأطراف المحلية والقوى الإقليمية وتعدد وجهات نظر الفاعلين الدوليين في اليمن لشكل الحل وحجم طاولة المفاوضات وطبيعة الجالسين حولها كشفت الأزمة اليمنية عدم وجود أي فاعل حولها حقيقي لديه القدرة على لعب دور إيجابي في اليمن وكلما طال أمد الأزمة في اليمن كلما كشفت القوى الإقليمية وأجندتها أكثر وهو ما يجعل من فكرة الحل في اليمن بمثابة المعجزة غير القابلة للتحقيق ترجمة نانسي قنقر